اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خط احمر واليوم الاهلي خط احمر انتصارات المغرب هنا حتسمعوا صوتها هنا حتسمعوا كلامها اهلا بيك يا وسامة اهلا بيك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وطبعا عايشين حالة من السعادة الكبيرة جدا بعالم المنتخب المغربي الشقيق الاحمر في الاخدر يعني انتصار مهم جدا انا مش بقول المغرب كتب التاريخ انا بقول المغرب غير التاريخ المغرب هي النهاردة التاريخ يعني يمكن في اللحظة دي احنا عايزين نقول ان لما ييجي احفادك ولما ييجي اولادك في يوم يسألوك ويشوفوا المنتخبات العربية وهي في كاس العالم ويسألوك هو فعلا المغرب عملت ده فعلا منتخب المغرب كتب التاريخ ده فعلا منتخب المغرب كان اول منتخب عربي وافريقي في التاريخ يوصل لنصف نهائي كاس العالم هترد وتقول لهم ايوا وكنت قاعد في اللستوديو بعد المباراة بتكلم عن فخر المغرب بتكلم عن اللي احنا شفناه بتكلم عن التاريخ بتكلم عن فرحة العرب وفرحة الافرقة وفرحة كل حد عارف يعني ايه منتخب بيصنع التاريخ يمكن منتخب كرواتيا تخطى منتخب البرازيل ولكن في رأيي موضوع المغرب غير قصة المغرب غير وحكاية المغرب غير حكاية المغرب فيها ملحمة فيها تفاصيل مختلفة فيها ان انت كنت في المباراتين مش ند بس ده انت في اوقات كتيرة جدا كنت انت الفعل والاخر هو رد الفعل يمكن بعد هدف المغرب النهار ده تراجعت المغرب ولكن ده طبيعي جدا وهي داخل المباراة قدرت تدير امورها وتتخطى اسبانيا وتتخطى البرتغال وبنشوف كريستيانو رونالدو وهو في لحظة صعبة جدا هتفتكر ان هي كانت قدام المغرب بتشوف لويس انريكي ومنتخب بيخرج في لحظة صعبة جدا وهي قدام المغرب المغرب اللي كان عندها خطة المغرب اللي كان عندها حاجة بتشتغلها وبتنفذها ومدير فني بييجي وهو وليد الركراكي قبل شهرين او حوالي ثلاث شهور من الفترة الصعبة دي والتخلي عن حليلو زيتش المدرب الكبير اللي ليه اسمه وتاريخه ولكن انت كنت عارف انت رايح فين كنت عارف عايز تعمل ايه الركراكي لما قال انه هو بينتظر انه هو لما لا ان احنا نحلم ان احنا نكون موجودين في النهاية او نتنافس لاخر البطولة كان حد بيقول حاجة هو مؤمن بيها شفناها داخل كل لعيب مغربي شفناها داخل انطباع كل واحد في المغرب الف مبروك لمنتخب المغرب النهاردة الفرحة عربية خالصة فرحة بلون عالم المغرب ولون العالم المصري وكل اعلام البلدان العربية والافريقية اللي حاسة ان ده فخر ليها يا اسامي